موسيقى 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 في هذا الدرس سنبدأ نتعلم عن موسيقى مرجع للمجسمات الموجودة في العالم دعنا نقل بسم الله ونضغط على الايقون الموجودة هنا بضغط على موسيقى بفتح لي الان موسيقى يعني انا كل خريطة بصممها موسيقى موسيقى باستخدام موسيقى موسيقى باسم اجد اضافتي موسيقى احتفظ موسيقى لكن الكمنا former شخصيتي اضافت لي موسيقى الموسيقى بيضاء موسيقى لكن الـ Level Blueprint له واحدة بجنب بلاي ماذا أريد أن أفعل؟ أريد أن أفعل المجسمات الموجودة في هذا العالم كيف أفعل؟ أنا ممكن أن أضغط على هذا المجسم أحد مجموعة مجسمات بعدين أأتي على الـ Level Blueprint وأضغط حرف الـ R على الكيبورد حرف الـ R لاحظ الآن أنني أجاني أشياء هون دعني نزل هذه تحت وضغط رائد ترتيبها كما تعلمنا قبل كما تعلم من المجسمات هذه الأخرى سأضغط على هذا المكعب و أضغط Right Click و أجدها موجودة هنا لكن لو حدثت أكثر مجسم لن أجدها لن أجد حرف العرب سأضغط هنا و أعطيني نود تبعيد المجسم ممتاز الآن دعنا نعتبر أن أريد أن أدمر هذه المجسمات الموجودة هنا أول ما تبدأ اللعبة دعنا نأتي إلى Event Play قبل أن أدمرها دعنا نتفرج عليه و تدمر نكتب delay نقوم بعمل تأخير نوت الثانية ثم نقوم President فأريد أن أخبر mamy اضغط單 أو أضغط dealers الأن ق FIRST و أضغط ثانية ثانية ثم نقوم بعمل دعونا نسأğim druid ث tangible تأو بال guru لان انا اخذت رفرانس للمجسمات في العالم بقدر خلينا نيجي هون مثلا بدي انا اضيف شخصية بدي شخصية تكون موجودة في العالم اراح اتحكم فيها كمان بس اضغط عليها بفوت على level blueprint وباجي هون بضغط حرف الار على الكيبورد وبضغط left click ممتاز جدا 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 او بضغط right click و بختارها من هون كان بحدد لها طيب لان انا بديش اكتل هاي الشخصية لكن تارشو دعمل بدي اعمل لحركة الان هذا كاركتر الكاركتر فيه له خواص حركية دعني ايجي نكتب مثلا هون event tick ممتاز شو بدعمل هذا الكاركتر بدي يصير نط دعني نقول jump بدي يضلي نط في مكانه بدي كل فريم يعطي امر النط الان لو بدت اللعبة خلينا نتفرج لاحظ هاي الشخصية ضلت تنط الان طول الوقت ليش هاي كاركتر بقدر ادخل على خواص الكاركتر تبعيتها وتحكم فيها لاحظت انت الان انا كيف اعملت كل اللي كنت اعمله اضغط على المجسمات واصل انقلها هناك بس اضغط على حرف الر طب خلينا نسوي تجربة انا بدي هذا المجسم ولا اقول خلينا نختار هاي هون ونختار هاي وهاي وهاي خلينا نسوي لهم scale نيجي هون نضغط حرف الر نضغط على كيف على الماوس left click ممتاز بدي انزل هاي لتحت انا شوي لهون وارجع ارتبهم vertically ممتاز جدا صار عندي هاي المجسمات طيب انا بدي بعد التأخير بدي اسوي scale خلينا نسحب من هون نكتب scale 3D actor scale 3D تعال نجرب نشوف الان بدي اوصل كل هادون هون على target target كل هم بدي اوصلهم ممتاز جدا طب قديش بديهم يكبر حجمهم خلينا نقول انه يكبر حجمهم ثلاثة 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 ممتاز خلينا الان نجرب نشوف واه لاحظ المجسمات اتغيرت احجامها احملت لها انا رفرنس وتغيرت احجام هاي المجسمات ممتاز جدا 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 طيب اتعلمنا الان كيف نغير نجرب الرفرنس ونغير الحجم اتعلمنا كمان كيف نعمل دلي وتعلمنا كيف ننمر المجسمات من العالم لما نستخدم الـ event بقيني بلاي على الـ لفل بلوبرنت ممتاز طب انا كمان ممكن احتى اغير تبع الـ تبع الشخصية لاحظ انا بس ان اضعتها وصلت فوق هاتك لابة ستخرب هاتك فيه انا كثير تفاصيل هاتك فيه اكبر كل شوي دليل نجي هون نعمل هاي هيك نشوف الان الشخصية تبعيتنا في ايبنت امسح لي هاي ممتاز كومبايل نسوي بلاي لاحظ الشخصية هاي كبرت كبرت استنى الثانيتين وبعدين كبرت صار عندي الشخصية انا هون تاني كبيرة يعني اتاكن تايتن تمام الان هيك انت تعلمت كيف تدخل على الـ بلوبرنت وتعلمت كيف تعمل رفرنس للاشياء الموجودة في العالم كل مطلوب منك تختار المجسم بتاكية وتدخل على الـ بلوبرنت تضغط حضلك ضغط الحرف الـ وبالليف تكليك على الماوس كبسل يصر على الماوس تضغط ويعطيك المجسم بتقدر تتحكم فيه وتعمل على التغييرات سواء بالموقع سواء بالـ بتقدر تعمل كثير تغييرات على المجسمات حسب خاصية المنتق الماتيري اللي انت جبتها سواء هي كاركتر سواء هي متيري لنفسها سواء هي عبارة عن مش بتقدر تجيبها وتحطها وتتحكم فيها ممتاز بكون هذا الدرس خلص لهون بشوف في الدرس بعده يا الله في امان الله مع السلامة موسيقى